مساء الخير عليكم وحشتوني في برنامجنا فتخر بمهندك كان معنا ضيف في الفقرة اللي فاتت ومعنا في الفقرة ديت معنا المستشار أحمد عبد الفتاح البشبيشي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بك يا فندم وكل صناحاتكم طيبين وحضرتك طيبين حضرتك كنت معنا يا أستاذ أحمد وتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن طرق ورص بشبيش تمام يا فندم إيه التطورات اللي حصلت والله يا فندم من خلال البرنامج والحلقة اللي فاتت تم التواصل مع السيد المحافظة السابق اللي هو شام السعيد وبالفعل يعني عدت معاه وقال لي خلاص بالنسبة للطرق فبدأ التنفيذ والأمر برصف الطرق بشبيش والحمد لله هم يعني بدأوا وخلصوا واشكروا على اللي هو عاملوا وأنا طبعا يعني كنت أتمنى كانت الاستجابة تبقى من بدري والخدمة بتاع بشبيش يعني طبعا كانت قارية مهمشة بالخدمات وطبعا بوجود المحافظة الجديد للدكتور طرق رحمي بيتفاقل خير أن طبعا المواطن عنده أمل فبتفاقل خير باستكمال نسبة الرصف ونسبة استكمال بقابية الملفات المعطلة الخاصة بمدينة بشبيش وفصلها عن مدينة المحل طب حضرتك كرجل مثلا بتمثل بلدة بشبيش رجع عن التغيرات اللي بتحصل دلوقتي والله يا فندم بصي أنا دايما متفائل ونقول يعني كمواطن بتمنى الأحسن والأفضل فمنقول يا رب يعني أتمنى طبعا يكون في خدمات اللي بص بيها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ايه مثلا؟ طبعا في الصحة عندي ولسه مازال الملف الصحة والمستشفى لم يكتمل أو لسه ولسه هتواصل طبعا معي معايد مع الدكتورة هالة زايد وقول يا رب كده يعني ايه عشان طبعا خدمة الخدمة الصحية والمستشفى المتعترف بيش بيش طب رأي حضرتك في تغيرات المحافظين يعني؟ والله هو بصي حضرتك دايما التغير للأفضل أحسن وفيه أمل المواطن دائما عايش على أمل أمل الأفضل أمل خدمة تحسين معنا صورة للإنجازات في رصف الهواء رصف الطريق أهو طبعا بعد الاستجابة ومن خلال البرنامج بتاعكم تم فعلا الاستجابة وتمنى بقى الاستجابة كمان بتبقى من خلال سيدة المحافظ اللي جدنا جديد للدكتور طرق رحمي وأتمنى أن طبعا مدينة المحلة الكبيرة يعني محدش ظرها من خلال من بعد أحتس صورة 25 يناير ويليها صورة 306 ولم ينزل المحلة حد الآن المحافظ ولا يهتم بمدينة المحلة ولا القرى المهمشة أمثال بيش بيش طب إحنا مرة اللي فاتت اتكلمنا عن المستشفيات وتكلمنا عن تجهيزات المستشفيات لبيش بيش فيه تقدمات ولا هم ابتدوا بالرصف بس؟ والله هو بدء بالرصف يعني طبعا حضرتك خلال البرنامج لفقرة كانت خلال أسبوع وبدأ فعلا بالرصف وبرضه عشان أكون صادق في الحقيقة إن فعلا بدأ الملف بتاعي الخاص بمدينة مش بيش وفصلها عن مدينة المحلة وبالفعل جد المساحة وكنت متواصل طبعا بس طبعا حصلت تغيير فإن شاء الله أكون متواصل مع الدكتور طرق رحمي وتمنى حتى يعني برضو يكون أتابع معها على الهوى مباشرة عشان يبقى فيه كله قدام أرض الواقع طب حضرتك إيه النموذج المسالي للشباب لحضرتك شايفه؟ والله أنا أقول لحضرتك حاجة يعني أنا بقدم في الفقرة هنا نموذج مسالي وهو الشاب مثالي فعلا وريدي الناس كلها تبقى عاملة زيه الشباب الشاب ده عمل شركة مولاد هو اسمه سيف الإسلام جمال جمعة الشاب ده اللي لفت نظري إنه يعني لو حضرتك برضو لو عرضت على الشاشة فيه ميدان في الشون طبعا الشخص ده بدأ يزين هذا الميدان الساعة كانت مهملة فعمل شكل جميل كان مكان عندكم في بشبيش؟ لا مكان في المدينة المحلة هو برضو أسند ليه برضو أنه كان حابب أن يجمل مدان بتاع بشبيش بس أسند الأخ تاني شباب بحيث نوزع العمل على الشباب اللي هو عنده طموحات وحاوز يجمل بلده يعني يقوم بالتجميل ومش شرط يكون أنت ماكفوس عشان تجمل بلدك أنا حتى لو يعني حفظ حفظ على شكل الجبال يعني نواجه رسالة للشباب أنه هم يحفظوا على المكان اللي هو أنشأه تمام وبلاش يعني نرمي في مهملات وكل واحد يحفظ على المكان عشان حتى يبقى شكله حلو تمام تمام يعني إحنا بنسعى أن إحنا نجدد في بلد بشبيش تمام يا فعندما وتمانى طبعا خدمة بشبيش برضو ما زلت مقول أنا كراجل ابن هذه القرية وأتمنى الحلقة القادمة بتوجهات من السيد المحافظ طارق رحمي أجأ أقول أنا منتسب لمدينة بشبيش طب إحنا هنشوف الفيديو بتاعي هنشوف الفيديو بتاعي استعاد الوقتي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لب طلبات المواطن أنا بقوله متشكلين جدا 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 وأتمنى كل مسؤول يعني الخدمة المواطن لوصى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام حضرتك تقول بقى رسالة للشباب كده وجيه رسالة للشباب عشان يعني غير أنهم يحافظوا على الأعلى مداني الساعة طبعا 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 حضرتك الشباب هو أمل المستقبل ويعني بقول للشباب اللي عنده عقيدة عشان تشتغل في الحكومة أنا قدمت مثال للشاب وبقدم مشروع معنا صور لحضرتك أوه مثلا أنا مثلا هنا أنا شغال كنت شغال في وزارة الكعربة والله فضلت الشغل الخاص وبشتغل بنفسي زي متشافين كده بلبس شغلي دي بالصورة عشان أنا بقدمها صورة دي والله كان شغلي والمدم على فكرة المدم معايا بتشتغل هي رئيسة نيابة في المحلة ومع ذلك كلنا بنشتغل حضرتك مثل وكده للشباب طبعا الله يخليك يا فانجم فأنا بقول للشباب اجتهد واشتغل وبقدم مشروع يريد للدولة للقضاء البطالة وبجهز الشباب عشان اشتغل فعلا وهو خصم 2% ويلد الجامعة للسادة المسؤولين في الدولة خصم 2% من موارد الدولة احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وسعداء جدا حضرتك معنا في البرنامج ولينا أكيد تكملة تانية إن شاء الله قبل ما ممشي ريت استجابة السادة المسؤولين لخدمة الموطورين وبقول مدينة بشبيش ومازلت وبقول مدينة بشبيش إن شاء الله شكرا بحضرتك جدا وتحاية الحضرتك وتحاية القصة البرنامج بتكامل شكرا بحضرتك جدا النهاردة معنا بنهني أولاد عزام لدهنات وديكور الحديث ومنشكركم ومنشكر أستاذ أحمد الله شكرا ورحبتنا أستاذ أحمد الله يفكرك شكرا 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 شكرا